المهندس فيصل بن جزار على منهج السورية باقتدار الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آل وصحب أجمعين أما بعد فلقد تتبعت منهج المهندس فيصل بن جزار منذ سنوات واحسنت به الظن كثيرا واعتذرت له أكثر لكن وصلت إلى نتيجة بالنسبة لي لا ريب فيها بأنه يسلك منهج السرورية إلى حد كبير بل يكاد يتطابق معهم إلا قليلا وقبل البدي ببيان ذلك أريد أنبه على بعض التنبيهات الأول أن السرورية عند أنفسهم هم معتدلون ومستقيمون ويفرحون بل ويفتخرون كونهم على منهج محمد بن سرور زين العابدين الإخوان المتحول فوصف أحدهم بالسرورية لا يعتبر عيبا عندهم ولذلك لا تجدهم يعيبون أحدا لأنه سروري الثاني كثير من الناس من ليس سروريا تنظيميا لكنه سروري في منهجه فإذا سمعت أحدا ينفي عن نفسه أنه سروري فهو يقصد أنه ليس في التنظيم السروري وإن كان سروريا في المنهج كالذي يقول عن نفسه باللهجة الدارجة الكويتية أنا موم للإخوان أي لست من الإخوان لكنه يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويغضب من أجلهم ويبرر أفعالهم ويساندهم ماديا ومعنويا أكثر من كثير من المنتظمين معهم ثم يقول أنا موم للإخوان الثالث المهندس فيصل على حد علمي لا يتبرأ من السرورية ولا يرد عليهم وإن فعل شيئا من ذلك فعلى استحياء بل تجده يدافع عنهم ويهاجم من ينتقدهم بالحق تارة وبالباطل تارات الرابع إذا وجدت إخوانيا يرد على الإخوان أو ينتقدهم فهذا لا يعني أنه ليس إخوانيا أو ليس على منهج الإخوان وكذا إذا وجدت سروريا يرد على السرورية أو ينتقد السرورية فهذا لا يعني أنه ليس سروريا أو ليس على منهج السرورية فتنبه لهذا الخامس لن أتكلم عن منهجية فيصل بن كزار بلا دليل ولا بينة فهذا من الظلم وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما السادس ردود على المهندس فيصل بن كزار إنما هي للتنبيه ولو شئت لقلت للتحذير فقد زال تعديه على منهج السلف واستدت عداوته للسلفيين فرأيت بيان ذلك بالآتي أولا الأخ فيصل كثيرا ما يتمسح بالعلماء وهذا ما يفعله السروريون كسافر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وعوض القرني وعبد الرحمن عبد الخالق وعبد الرحمن دمشقية وعدنان عرعور ومحمد منجد وغيرهم فلقد كانوا يزعمون أنهم من طلبة العلماء كالشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى والشيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى ويزعمون كذاك أنهم على منهجهم وعقيدتهم ويوهمون الناس بذلك ويزعمون أن ما هم عليه إنما تلقوه من العلماء لكابر بل وبلغ في بعضهم أن زعم أن لهم مجالس سرية وجلسات خاصة مع العلماء وأنهم لا يخطون خطوة إلا بتوجيه من العلماء فالمهندس فيصر بن كزار يفعله والأسف الشديد كما يفعلون ويزعم كما يزعمون فكثيرا ما يستعمل هذا الأسلوب فيكر أنه كتب كتابا في منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأن الشيخ صالح بن فوزان قدم له موهما السامع والقارية أنه على منهجهما وأرجو ممن لم يتنبه لذلك أن يلاحظ هذا بعد اليوم فهو يكرره كثيرا ثانيا درج السروريون على استعمال أسلوب فلان ليس كهربائيا إشارة إلى قصة رجل مراب قيله زوجتك على علاقة محرمة مع فلان الكهربائي فقال والله فلان ليس كهربائيا ولا يفهم في الكهرباء فانظر كيف حاد وتهرب عن التعليق على ما أقبر به عن زوجته إذ ليس المقصود هل ذلك الرجل الكهربائي ويفهم في الكهرباء أو ليس كهربائيا ولا يفهم في الكهرباء وإنما الانتقاد أن زوجته على علاقة محرمة مع رجل أجنبي وهكذا يفعل السروريون ومثلهم المهندس فيصل بن جزار ويظهر ذاك جليا في مواقف منها لما قلت أن محمد بن صالح المنجد السروري رد علي بمقال طويل تجاوز ثلاثين صفحة وقرأه كاملا وقطع إلى مقاطع كثيرة ونشره بكل ما أوتي من قوة وإمكانية وكلف نفسه كثيرا في إعداده وكتابته وأسرف به على نفسه ومع ذلك لم يستطع نفي سرورية محمد المنجد ولم يستطع نقضى قولي فأخذ يشرق ويغرق ويطيل في الكلام معرضا تماما عن سرورية محمد المنجد من عدمها ومنها لما انتقدت الأخ النائب محمد بن هايف المطيري على ما وقع فيه من خطأ تصدى لي المهندس فيصل بن جزار أيضا وغرد وشرق وغرد وبرر وخرج علينا بفقه جديد أسماه فقه المجالس النيابية فلما أنكرت عليه انقلب فقال أقصد فقه الواقع سبحان الله حقا هذا الرجل يسير على منهج السرورية بالكمال والتمام في أسلوبه وتقديراته ومنها لما قيله فقه النوازل يحتاج إلى علماء مجتهدين مبرزين يتصدون له ويفتون فيه وليس لأعضاء البرلمانيين الذي ليس لهم الحق في الإفتاء في النوازل ولا في غيرها بعدها صمت صمت الأموات فلا اعترف بخطأه ولا رد على الرد ومنها أن السروريين طالما كفروا الحكام لأنهم لا يحكمون بالشريعة وطالما قاطعوا الانتخابات البرلمانية والدساتير الوضعية لأنها غير شرعية فلما تولى الإخوان المسلمون الحكم في مصر تنازل السروريون عن عقيدتهم ومنهجهم فأيدوا الدستور والديمقراطية وسموها الشرعية والمهندس فيصل بن جزار ليس عنه ببعيد فهو المتصدر لمسألة عدم العذر بالجهل فالمقابل لا نسمع له كلمة حق يقولها للبرلمانيين بل ويثن عليهم ويقول مواقفهم معروفة ومشرفة رغم أن النقد لم يكن حول مواقف فلان وعلان لكنه استعمل طريقة فلان ليس كهربائيا ولا يفهم في الكهرباء لقد نشر أعضاء المسلم الأمة لعام 23 ألفين بيانا جاء في ختامه العبارة الآتية الديمقراطية هي الخيار والمسار الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي جيلا بعد جيل عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب انتهى ويظهر على البيان أدنى أسماء الأعضاء الموافقين على البيان ومنهم الناب محمد بن عايف لمطيري الذي دافع عنه المهندس فيصر بن جزار والغريب العجيب أن الغربة الذين اخترعوا الديمقراطية وهي حكم الشعب بالشعب لا يعملون بها ولا يؤمنون بها بل أكثرهم كافر بها بينما نحن مسلمون وعندنا القرآن والسنة ومع ذاك يعدل هؤلاء عن الأخذ بالقرآن والسنة ويختارون الديمقراطية ويقولون هي الخيار والمسار والآن نسأل المهندسة فيصلا بن جزار السؤال التالي هل الديمقراطية هي الخيار والمسار وما حكم من قال هذه الكلمة وهل يُعذر بالجهل وللعلم سؤال سماحة الشيخ صالح بن فوزان أهل فوزان السؤال التالي ما حكم مقولة بعض الناس الشعب مصدر السلطات الجواب هذا كفر وإلحاد مصدر الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس مصدره الشعب هذا مذهب العلمانيين واللبراليين ليس هو منهج الإسلام نحن مرجعنا واصدرنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى مفرغا من مقطع في قناة اليوتيوب بعنوان حكم مقولة الشعب مصدر السلطات للشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله ولو أنصف المهندس فيصل بن جزار لعرف واعترف بالفرق الكبير بين كلام العالم وكلام فقهاء المجالس النيابية فالحق لا يخف إلا على أعمى البصيرة فإن كان لا يعلم فليسأل أهل الذكر عن حكم هذه العبارة وليقم بنصيحة الأخ محمد بن هايف وغيره ولا يبرر له بسبب مواقفه المعروفة ولا يستعمل طريقة فلان ليس كهربائيا ولا يفهم في الكهرباء ومنها اتفاق المهندس فيصل بن جزار مع السرورية على اللمز المستمر لعلماء السنة وطلبة العلم بأنهم استخبارات وجواسيس وعلماء سلاطين وأنهم يبررون للحكام أخطاءهم ويقررون عقلة الإرجاء وأنهم في خندق واحد مع الليبراليين والعلمانيين والحداثيين وأن الحكام اتخذوهم منادي ليتمندلون بهم إلى غير ذلك مما يقرره مرارا وتكرارا وهذا أمر ظاهر جلي في مقالاته في السنوات الأخيرة ولا شك أن هذا ظلم وافتراء وأيضا هذا من سوء العدب وسوء الأخلاق وليس من الرد العلمي بشيء وكذلك هذا أيضا من سوء الظن الذي أمر الله تعالى بالتناب في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية أن السروريين هم الذين يروجون هذه التهم وكان الواجب على المهندس فيصل بن جزار أن يتق الله تعالى ولكن للأسف ما زال يطلق هذه التهم جزافا بلا تحفظ ولا وراء قال الله تعالى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الآية لقد تماد المهندس فيصل بن جزار وتطاول كثيرا ونسي أن القصاص يوم القيامة إنما يكون بالحسنات والسيئات قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الآية وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الآية وفي الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردقة الخبال حتى يخرج مما قال أخرجوا أحمد وأبو داود وصحاهم الألباني ومنها أن نجد أكثر من يفرح بردود المهندس فيصل بن جزار هم السروريون والإخوان المسلمون فتجدهم ينشرون ردوده ومقالاته ومقاطعه التي تحتوي على الطعونات في الحكام وطلبة العلم خاصة وربما لا ينشرون له شيئا آخر ومنها أن المهندس فيصل بن جزار يكثر من الكلام في مسألة الإنكار العلني على الحكام حتى خرض بفقه جديد لم يعرف من قبل حسب علمي سماه الفقه في إنكار منكرات السلطان وعلماء أهل التوحيد والسنة لا يدندون حول منكرات السلطان ولا يشكرون أنفسهم وغيرهم بمنكرات السلطان بل ينهون الشباب عن الاشتغال بذلك وإنما عرف بذلك دعاة الثورات من الأخوان والسوريين وحسب علم القاصر ما وقفت على مؤلف لعالم من علماء السنة ولا لمخالف من الأخوان والسوريين كتب رسالة مستقلة في إنكار منكر السلطان لكن المهندس فيصل بن جزار هندس فقها جديدا سماه الفقه في إنكار منكر السلطان سبحان الله بالأمس قال فقه المجالس النيابية واليوم الفقه في إنكار منكر السلطان والله أعلم الفقه القادم ماذا سيكون حق ما يرجع الله به خيرا يفقه في الدين الناس اليوم ليسوا بحاجة إلى من يزيدهم تحريضا على السلطان فهم في صخط مستمر وبدرجة عالية ليس لها نظير سابق وما هذه الثورات والكوارث إلا بسبب التحريض على الحكام عشرات المسائل بل المئات من المسائل والمواضيع التي يمكن المهندس فيصل أن يذكر الناس بها وينصحهم ويرشدهم لكنه عدل عن ذلك فاستهد وفكر ثم قدر أن يزيد الطين بالله والنار حطبا فكتب كتابا جديدا في فقه إنكار منكر السلطان ليزيد شحنة جديدة وجرعة زائدة في التحريض على الحكام أسأل الله تعالى أن يهدي الأخ المهندس فيصل بن جزار وأن يكفيه ويكفينا شره وشره كل ذي شر والحمد لله أول وآخرة وظاهر وباطن وصلى الله وسلم ومبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر